عقب موجات حر أصابت البلاد تلاها أجواء مغبرة في معظم المناطق أكد مختصون أن حرارة التقسي العالية سببها ارتفاع غاز ثاني أكسيد الكربون وشح المناطق الخضراء في البلاد بشكل عام ما يجعلنا ننتظر صيفا ملتهبا هذا العام في ظاهرة قاعدين بقصة أشجار بكميات هائلة وعندنا بلادنا على شكل مصغر تطوير البناء تطوير أعرض الزراعية كل هذه الأشياء تؤدي مننا أن نقطع الأشجار وهيكا الشجرة كانت رئى لامتصاص ثانية الكربون ولما الشجرة راحت والفعاليات الإنسانية زادت رفعت من حرارة العالم بشكل عام وبشكل خاص ببلادنا هذه الظاهرة أثرت علينا بحيث صار فيه فرق حرارة بين اليابس وبالبحر صارت سلعة الرياح أكثر صار فيه توسعت رقعة الصحراء قلت لنباتين الأشجار صارت سلعة الرياح على منطقة في شفية الأشجار أكثر صار فيه غبرة أكثر الغبار وفي ذات السياق تكون موجات الحر العالية في هذه الأيام سبباً رئيساً لاشتعال حرائق متعددة في البلاد وما تسبب الحرارة أيضاً سرعة رياح عالية لتجعل انتشار الحرائق في المناطق المفتوحة أمراً سهلاً وما يسبب أضرار كبيرة للحيز العام تفعل الحرارة بعد أن الرطوب تقل عندما الرطوب تقل يصير فيه جفاف يصير الظروف المهيئة على الاشتعال أسرع وهيك كل منطقة مفتوحة تكون فيها الرياح أسرع مما يؤدي إلى انتشار الحرائق بسرعة ويكون صعب الحماية منها أو أطفاءها هذه أطول مشكلة أنه إحنا كدولة كبلاد متأثرين بارتفاع الحرارة بالعالم بالنسبة بالجفاف التصحر يصار بكل العالم بما أنه صار في عنا جفاف صار في عنا سرعة اشتعال أقل رطوبة ومن جهة أخرى يرى مختصون أن جهوزية السلطات لسيناريوهات حرائق كبيرة ليست كافية والتعامل مع هذه الحرائق يتطلب تطوراً بالمعدات والوسائل ما يدعو المواطنين أمام احتمالات عجز كبيرة في صيف ملتهب لهذا العام